الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرانيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منصقا عاما للأجهزة الأمنية ومبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية كما أدى السيد اللواء حسن رشاد اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة وصلت إسرائيل قصفها العنيف على مناطق متفرقة بلبنان وأوضحت مصادر لبنانية أن غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدات القصر وجرماش بالبقاع شرق لبنان أما في الجنوب فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية منطقتين الحوش والبساتين ما أسفر عن شهداء ومصابين إلى ذلك أعلنت القناة الثلاثة عشر الإسرائيلية مقتل سبعة جنود إسرائيليين وإصابة خمسة عشر آخرين في معارك جنوبي لبنان من جانبه أكد حزب الله اللبناني أن عناصره تخل اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية في قرى حدودية لبنانية كما أوضح حزب الله أنه استهدف قوة إسرائيلية بين بلدتي العديسة ومركبة جنوبي لبنان بالصواريخ وفي مسكف عام شمال إسرائيل وقد أعلن حزب الله أنه دمر دبابة إسرائيلية قرب الحدود جنوب لبنان بواسطة صاروخ مواجهة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن خطر تفشي الكوليرا في لبنان مرتفع جدا بعد تأكيد إصابة أولى بالعدوى البكتيرية الحادة وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر إن المنظمة حذرت منذ أشهر من أن المرض قد يعاود الظهور في ظل تدهر حالة المياه والنظافة بين النازحين وأضاف أبو بكر أن بعض مجموعات النازحين التي انتقلت من جنوب لبنان ومنطقة بيروت لم تكتسب أي مناعة ضد الكوليرا منذ ثلاثة عقود قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بنسف مبان سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال المتوغلة غرب مخيم جباليا واصلت إحراق المنازل والمباني السكنية مشيرة إلى أن النيران التهمت عددا كبيرا من المنازل والممتلكات كما أطلقت المروحيات الإسرائيلية النار تجاه المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة في محيط منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن القوات الأمريكية تنفذت ضربات دقيقة ضد خمسة مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض في مناطق خاضعة لسيطرات قوات الحوث باليمن وأوضح البنتاجون أن قاذفات القنابل الأمريكية بي تو سبيرت استهدفت باليمن منشآت أسلحة تقليدية متقدمة تستخدم لاستهداف السفن هذا وأعلنت وسائل إعلام يمنية أن تسعة غارات أمريكية بريطانية استهدفت منطقتين كهلان والعيلة شرق مدينة صعبة أكدت كوريا الشمالية أنها فجرت طرقا وخطوط سكك حديدية تربطها بكوريا الجنوبية وقالت وكالة الأنباء الكوريا الشمالية الرسمية أن هذه الطرق التي كانت تستخدم في السابق الاتجارة بين البلدين باتت مغلقة تماما وذلك بواسطة التفجيرات كانت هيئة الأركان المشتركة الكوريا الجنوبية قالت يوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية فجرت أجزاء من طرق شمال خط ترسيم الحدود العسكري بين البلدين شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب في جلسة حوارية بحضور عدد من كبار ممثل شركات من بلجيكا وليكسنبورغ العاملة في مختلف المجالات وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل واستعرض الوزير التطورات الاقتصادية الأخيرة في مصر وكذلك ما تقوم به الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية اشتركوا في القناة